استكمال أحداث الموسم الأخير بدأ ببداية نارية قوية جدا أشياء كثير كنا نعتقد نحن فاهمينها طلعنا مش فاهمينها وفي كثير يعتقدون أنهم مخدوعين سيتبين أنهم غير مخدوعين حلقة تتجاوز 9 من 10 في تقييمها بكل المقاييس عودة مدمرة لأتاك ون تايتن الموسم الأخير البارت الثاني خلونا نبدأ السلام عليكم ورجعت لكم في انطباعات التاك ون تايتن الموسم الأخير البارت الأخير الحلقة الأولى من الموسم الأخير عشان بس نذكر بعض الأشياء اللي صارت المارلي كانوا قائمين بهجوم على باراديس أو قلعة الأرديان لإنقاذ قابي وفالكو والاستعادة العملاق المؤسس والمطرقة بتخطيط من رينا العملاق العربة اللي دائما أنسأ السلامها كانت متجسسة وكانت كأنها تعاونت معهم وهذا اللي كنا مخدوعين في مندي إحنا يعني كنا بسبعين بالمية ما إحنا مصدقينها واضح أنها إيه سبب الهجوم هذا كله وأنها كانت جسوسة قابي اللي كانت مخدوعة في الطرف الآخر زيك مع ليفاي وكان ليفاي حرصنا زيك ما يوصل وعرفنا موضوع السائل اللي يتحكم سائل زيك اللي يتحكم بالعماليق ولي يزرع لهم عن طريق الخمر وليفاي دمر زيك في آخر معركة بينهم وما ندى إيش صار كل اللي شفنا أن عملاق الجو أخذ زي جثة زيك كأنك لها وحطها في بطنة وينتهي الموسم اللي فات بتعليقة خطيرة زي كذا المارلي هاجمين وش اللي قاعد يصير يبدأ الموسم هذا الحلقة الأولى وعلامة الأصبع هذا اللي بين الحشائش اللي دائما يومز لها بالجثث في Attack on Titan الرسم الألوان الصوتيات ما عليها كلام كان شيء مميز ورائع مين هذا مين هذا إنه ليفاي ما يبي له واحد اثنين إنه ليفاي أنا قلتها من البداية إنه ليفاي ليفاي مات هل هذا مستغب في Attack on Titan كل شخصية في كل حلقة توقع أنها بتموت خلاص شخصيات كثيرة شفناها قاعدة تموت فما صد من أول حلقة أم إرن بعدين في الذكريات هذا أبوه شفناه وهذا شيء طبيعي مع أننا كنا نعرف أن أبوه مختلفة بس أن أبوه مات وأن إرن هو اللي أكل أبوه بعدين قاعدنا نشوف شخصية 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 في Attack on Titan موت الشخصيات فقلت هذا ليفاي هنا المصيبة الأدهى والأمر إذا كان فعلا ليفاي بس إنه ليفاي وفعلا هذا ليفاي وكانت هانجي تشيك عليه وقالت توقف نبضه أعتقد أن اسمها ماركو بوشعر أحمر كان يقول لها أنا عاف خليني أشيك عليه وعاف إذا كان مات ولا لا لأنه مع الجيش المنشق عرديا نشقه الأكثر من جيش فهو مع الجيش المنشق فهو جيش اللي يدعم زيكو إرن وفضل طبعا هانجي قالت لا أنا أقول لك إنه مات فاللحظة هذه كان في عملاق يخرج الدخان من بطنه وهذا كان زي التشتيت اللي أنقذ هانجي في آخر لحظة خذت جثة ليفاي وهابت ولا زلنا ما ندري هل هو حي ولا لا هانجي سوت هالخطة عشان تهب بجثة ليفاي هل معنى أنه كان حي وتبي تنقذ منهم ولا ما كان حي هل في قوة خاصة للأكامل ممكن تساعد ليفاي أو ما في قوة خاصة ممكن تساعد ليفاي إن ليفاي يتحول إلى عملاق عن طريق أي نوع من أنواع السوائل هذا مستحيل لأن هذا شي قاله أبو هستوريا لهو ريس من قبل عن الموضوع إنه مستحيل مش أبوها عمها عم هستوريا أعتقد كان ريس كان اسمه كذا ما كانت غلطان قال إنه شي مستحيل يصير إن أحد من الأكامل يتحول كان قايل حكيني أكامل خال ليفاي على المهم هنجي تدعي عن هذه المعلومة أو متدي خذت ليفاي وهابت به هنا يخرج لنا زيك من بطن العملاق وكأنه ولد من رحم هذا العملاق لما تجعون إلى الموسم الليفات وتشوفون معالم زيك كان منهك وكأنه إنسان قاعد يشيخ في العمر وهو فعلا كباب وفوق كذا منهك جدا وليفاي فعل فيه الأفاعيل بعد فالمفروضنا زيك هنا على أخر مراحلة اللي ممكن يسوي فيها شي يخرج لي زيك شباب شباب كأنه ولد من شرنقة فراشة خرج معافا وقال كأني كنت في وسط رحم ورأى الفتاة وداخل الرحم ولوعية ذي حوله كأنها قاعدة ترممه وشاف سمى المسارات هذه من هذه الفتاة؟ من هذه الفتاة؟ اللي شافها زيك في أحلامه وشاف مسارات السماء طبعا أنا سويت حلقة خاصة عن المسارات هذه ومدى ارتباطها بين إيران وباقي العمالقة لما ترجعني لنظريات العمالقة راح تلقونها تكلمت عنها أمس في النقاش فزيك لما شافها طريقة إخراجهم للمشهد طريقة رضعهم للمشهد وكيف الهدوء اللي في المشهد ترى يعني لما نشوف الأجواء اللي دايما يجي فيها زيك دايما يكون أجواء درامية بزيادة أجواء فيها صراعا من ناحية الصوتيات من ناحية الرسم من ناحية التحريك أشياء لإثارة الشيك تخليك متردد مع الشخصية هذه لأن زيك تمثل الشر الغير مطلق مثل ما يقول أخي ماها موصلي الشر الرمادي اللي مستحيل تحكم عليه النشار مستحيل أنك تحكم عليه النخير كل العوامل اللي تصنع شخصية فلن أو شخصية ثوري شرير مثل زيك موجودة فيه فمستحيل أنك تكرهها مستحيل أنك تتعاطف معها مستحيل أنك تثق فيه مستحيل أنك تنخدع شخصية غامضة فدائما يكون الأجواء اللي حولها مريبة فيها لمسات هنا مع وجود الغموض داخل الرحم هذا لأنه طريقة تصوير المشهد لنا فيها هدوء كأنه جالس فيه زي الملكوت شيء يعني مكان غريب شيء جديد عليه لما تشوف شخصية من نمط زيك الكاتب يحط لها جميع الأجواء اللي حولها سواء من ناحة رسم المسلسل أو من ناحة الأجواء الحقيقية داخل المسلسل أجواء مضطربة أجواء متوترة ضغط حالي تنشن حالي تمرف مثل هالموقف الهادى تعفن هنا رغما عن لازل تتغير شوية قناعات فأيان كانت القناعات اللي كانت داخل زيك قبل اللي يدخل إلى هذا الرحم تغيرات أول شيء قال زيك لما خرج من رحم هذه العملاق وشاف كل شيء قال هل لازلنا على خطاتنا يأرنا أو هل لازلت يعني اتفاقنا على ماهو ليه أولا هلو بدأ يشك في خطته بدأت تتغير قناعاته لما دخل هالمكان أو أنه لما شاف المسارات رأى أن أيرن بمر بموقفي غيره لأن المسارات تريك إلى المستقبل العملاق البومة لما عطى قوة العملاق المهاجم لأبو أيرن قال له اعتني أو وصة أو أنت اهتم بأرمينو ميكاسا أو من أجل أرمينو ميكاسا قال منه أرمينو ميكاسا قال لما أعرفي المسارات هذه لما تتشبك تشوفوا إلى قدامه فالحين الخيارات اللي قدامنا إحنا في مساراتنا واحد أن زيك هو اللي تغيرت قناعاته اثنين أن زيك شاف أن أيرن كان يخدعه وما كان معاه على نفس الخطة ثلاثة أن زيك شاف أنه خلال المسارات هذه أيرن ممكن يتغير موقفها أو صار شيء يغير موقف أيرن من وجهة نظري أنا الهدوء اللي فيه زيك وهي التسائل أن فعلا أيرن ما كنت تخدعني لكن في شيء يغيرك أو في شيء يغيرك الحين ليه؟ لأن حسب ما شفت من الحلقة هذه ومن المشهد هذا أيرن شخصية بيضة بيضاء جدا وناصعة فالمواقب اللي تموع عليه مثل الصبح البيضة اللي تضع داخلها طبعات أو تضع داخلها وصمات أو بقع من أن أمه قتلت أمامه من أن خيانة ترينر وأصحابه وآني من أنه اكتشف أبوه حقنا بهذه الحقنا أن أكل أبوه أن زوجة أبوه اللي من العائلة الملكية هي اللي أكلت أمه أنه خايف أنهم يكتشفون هذا الشيء الدم الملكي ويطلبون يضحون بهستوريا موت القائد ايروين حقيقة العمالقة حقيقة أبوه حقيقة النوخ هو زيك كلما تتغير القناعة إلى أن وصل إلى زيك القناعة قدامه هو القتل الرحيم هو الحل الأفضل لكن بعدها هنا صار التغير لما راح حق رينر وقال لأنك كنت محارب كنت مأمور وكان قدامك مسار لازم تمشي فيه وكأنه يعطي إلى رينر الأعذار على اللي هو سواه يبين رينر يقوله فعلاً أنا كنت مجبر وأن المالي كانوا جابريني فقال لا أنا كنت راغب بهالشيء أساساً أنا اللي دفعتم إلى تدمير الجدار لو ما زويت هالشيء هالشيء تدمير الجدار ومرت أمك وكل ما صار أنا كنا المفروض نجي نخطف ونمشي تدمير وبلاوي كان المفروض يشيكون بس هل بيستخطة دك الأرض ولا لا فكل هذا كان لأن أنا عندي طموح شخصي عندي رغبة هشيصها فأيرن هنا شاف أن الموضوع لا موضوع أكبر أنتو يا الأيرديين اللي داخل المارلي مصيبة أدهى علينا من المارلي فهنا توحش أيرن دمج مع كلام رينر والكلام اللي يسمعه من ويلي تايبر اللي كان يخطب فوق وكان واحد ثاني من الأيرديين يجمع المارلي للقضاء على الأيرديين وأفنائهم فأنت ترفض خطة رينر بالأفناء وترفض خطة ويلي تايبر بالقتل الكامل وتوحي لخطة زك بالقتل الرحيم يعني أنا بفني كل الأيرديين بس بحافظة على أرمان وميكاسا مثلا يا بيمو يموتون موتة طبيعية كلنا نموت موتة طبيعية نأخذ حقنا بس ما نبي يجي من نوارنا خلف ما نبي حد يحيش في هذه الحياة كأنه أخذ أقل الخيارات الثلاثة أضوار هذا استذبح لهورينر ويلي تايبر قاعد يجمع علينا والعالم كله كارهنا الأيرديين جنود فأحنا ما بين إبادة 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 رحيمة خليني أخذ الإبادة الرحيمة هالشي غير فيه لما سمع كلام ويلي تايبر طلع إيرن أخذ العملاق المطرقة لإخت ويلي تايبر صار عنده قوة جديدة لكن صار عنده مفاهيم جديدة وأن الشبكة أو الشجرة اللي يشوفها فراسة زادت هو عنده الشجرة حقre العملاق المؤسس عنده الشجرة حقاظ العملاق المهاجم ولما بده يربط 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 عنده الشجرة حق العملاق المطرقة أكثر ثلاثة عندهم معلومات وخبرة بعالم العمالقLE أمار أخذ الشجرة هذه أو القدرة هذه حقا العملاق المطرقة تغير منظوره إيرن لكن ماذا الصدمة التي تصبح الآن تغير منظور إيرن من شكل أكبر لأن نزيك شافها او ان شجرة ارن في المسارات تغيرت بس زيك توه يدرك انها تغيرت لان زيك توه يشوفها ما ندري هنا لما كان سؤال زيك المحير هل لازلنا على اتفاقنا يا ارن من ثم ننتقل الى احد اعظم واقوى المشاهد الجميلة اللي انا شفتها من وجهة نظري اخراجيا في كثير زعلان من المشاهد هالي اللي جات في كثير معاجبة اللي رسم انا لا انكر عليك حريتك في التعبير لكن اللي انا شفتها انها كان رسم مميز جدا ما قدرت بالحكس يعني ما جد كمتابع مانجا مادي دراشد متابع مانجا ولا لا بس انا بخليل مش متابعين مانجا فلما كنا شوف كنا عايشين متعة خيالية ما شفت ولا شيء من الرسم اخراجني قد اكون اقل خبرة منك في موضوع تقييم الرسم فانا انا اناسف لا تعتقد اني قاعد ارفض عليك راي لك رايك وحريتك واحترمها لكن انا اكلمك من منظوري البسيط ان انا اللي شفتها كان رسم مميز جدا اخراج رائع ثورة في الاخراج امس يوم الاحد كان هو يوم صارخ لكل من ما يعجبه عالم الانيمي يقولنا اعمال الانيمي فقط العمل الفلاني او العمل الفلاني او العمل الفلاني امس في جميع مواقع الانيمي حلقات الانيمي الجديدة كانت منتشرة الترندات كانت منتشرة والتفجير اللي سوى التاكن تايتن كان واضع بصمته كانوا يابون ارني سوي خطة دك الارض بينما التاكن تايتن واول من بدأ سوى خطة دك الارض امس بالليل كانت نارية العموم قابي قاعدت انتظر ومشاككة العملاقة المطلقة خذت الفرصة وهاربت بقابي قابي 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 تحرير هذه الفتاة انا من زمان كارها انا ما بيقولوني انا متنمى على هذه الفتاة وعلى الاطفال لكن هذه الفتاة على الاقل على الاقل تحبس بعيدا يا الله ايضا هي ليست شهر مطلق وليست خير مطلق هي ضحية ودائما كنت اقول يتامى الحروب اسميهم يتامى حتى لو ان ابوهما موجود هذا اللي اسمهم يتامى ليش لانه مثل اليتيم تقطعت كل سبل العيش عنده تقطعت كل القدعات عنده تقطعت كل المبادئ الطيبة ماتت الاحلام الوردية ماتت سبل العيش الكريم ماتت مستقبل مزهر ماتي يعني وهي تعمل وبيكد وبيجد من عجل مستقبل شبه مقبول فهذه اسوأ من اليتيم هذا اللي انا اسمهم دائما اطفال يتامى الحروب لكن مو معناها انها طيبة مو معناها انها ملاك مو معناها انها خير لا انا قاعد احللك شخصيتها ايها جميع العوامل اللي تخليها نسخة اخرى من ايرن موجودة عندها ايرن لقى طريقها الخاص ايها قاعدة تتخبط الان في طريقها الخاص قاد يكون في المستقبل شخصية افضل من ايرن قاد يكون شخصية اسوأ واحقار ما ندري لان ايرن مش مقياس حاليا ايرن زي ما قد تكون صفحة بيضة لازا تجي فيها البقع 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 اخراتها ممكن البقع هذي تصدر لنا لوحة جميلة جدا ومن ممكنها تكون صفحة سيئة او ننمزقها ما ندري فا ايها قاعدة نفس الموضوع لابد عليها من بعض التصرفات والمواقف اللي مزعجة كانوا من قبل تقولوا عن ايرن البكاية 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 بسبب مواقفها المترددة ايها نفس ايرن بس طعشة جدا فاحنا نسميها القذرة 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 الملقوفة 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 لان كل واحد في فترة طفولته يلجح الى ميزة معينة فيه للتعبير على شخصيته امام البقع اللي قاعدة توضح في صفحته اران كان يلجح الى البكاء والاختباء البكاء والاختباء الحين الصمت التصرف الضرب ما فيه انتهى وقت البكاء والاختباء والاتكال على الاخرين حان الوقت ان انا اكون الجدار اللي يحمي الجميع وفعلا انا في الحلقة شفت جدار مدمر اسمه ايرين ييغا يا الله قتاله مع رينا اذا على مجال قتاله العمالقة الميكا الاليين هذا اعلى شيء شفت العدهين من ناحية كأنه يا رجل كل واحد داخله طربي النووي وهو يتحرك الابخرة اللي تقدر من جسده من اللكمات كل لكمة تختلف عن الاخرى اران عنده ارادة ورينر عنده ارادة رينر يرى انك يا اران لابد ارحمك سويت في كل البلاوي لابد ارحمك واقتلك لانك صفحة من وجهة نظر رينر ملئت بالبقعة القبيحة واران انت يا رينر البقعة الوحيدة اللي لازم امسحها انت البقعة السيئة لازم اكسر الخيط هذا واقطع الخيط هذا فكل لكمة يا رجل كان فيها حوار جميل ورد لكمات اران التغليف اللي سواه اران الخبرة اران حشم فك رينر تهشيم اران المفروض ما عنده القوة لتهشيم فك العملاق المدارع لكن هنا نتكلم عن خبرة واندي خبرة العملاق المؤسس خبرة العملاق المطلقة خبرة العملاق المهاجم انت رينر خبراتك بسيطة وانت مكت حتى مؤهل للعملاق المدارع بشكل كويس فاران هشمك تهشيم بلكمات رهيبة صراحة اران فالمعلكت المعرينر قاعد يواجه ايضا العملاق الفك قاعد يهاجمه ومن الجهة الاخرى العملاق العربة مع القائد مقاث اللي راح اغير اسمه الى والنعمة لواء والله لواء اسمه مو بالقائد مقاث اسمه والنعمة لواء صدقوني صدقوني لواء والله لواء يا قزمة لواء دانا لواء في الاخير ختمها باخر كلمة الى اي درجة نحطت المارلي ان اكون انا اللواء القائد اللي قاعد يهاجم فعلا نحطه المارلي يا قائد مقاث وانت جيت بي تكون انت البطل اللي شارك في تحرير المارلي ـ في غير صدقنا nonprofit رحنا الكافة كيف يعني في الباطل اولنا كيف نق fulfilled فاسحت حرك والجوش من بينهم الى اداة Spy وانا كلنا اسمه وكان персонаж وانا كلنا اسمه أخبركم 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 رحوا مع أخبركم إلى أرمنت ميكاسا وحاولوا أنهم تعالوا ساعدوا أرن خلاص لا نستطيع فعل شيء جيش الماردين انتشر لا يوجد حد يساعد أرن كوني هنا أعترض على هذا الشيء كوني مليت من الخيانات كوني مثل أرن أين طلع خاين بطلت وطلع خاين آني طلعت خاينة جبناكم أنت وعطيناكم أمل وفلاخي طلعت وحررنا فأني خلبدنا بأن قال لا أنا فعلا كنت مؤمن بالمبدأ إلينا لها هدف آخر فهنا نشوف انشقاق حتى داخل الجيش المالي الموجود عند الإرليين في ناس مؤمنة برسالة ذيك وفي ناس مؤمنة فعلا برسالة السلام اللي كان يخدعهم به ذيك فهنا كوني لازم أجل عثق من جديد آرمن بتحليل العام للموقف قال مستحيل أن هذا كان هدف آرن القتل الرحيم ممكن أنه كان يساير ذيك يبيوصر ما يدير إلينا وزيك شنوين يساومون لو أنه رفض فأنا بيشوف هنا أنا أقول لي آرمن تحليلك هو الأفضل منطقيا لكن أنا أرى بيضاء يعني أبيض بكثير من الصورة الحقيقية تحليلك قريب جدا لديك 8% لكن أنا أشوف أن آرن متخبط في قراراته مش أنا قاعد يخدع لكن ما لديه وهي نجات مكاسة لعيشة وضعنا إحنا كمتابعين أنا بروح أنقذ آرن فعلا ما هتخلى عنه لكن هل أنا بروح أنقذها حبا أم إيمانا بالقضية أم لأني من الأكامل وغصبا علي أخدم بس هل أنا بيعرفها أنا بتحركها الحين فعلم يقول له لا إحنا نقذ حبها طبعا تغيروا الوضوع لما تنقذ شخص إيمانا بقضية فرح يكون القضية هي أولويتك حتى لو نماتها الشخص وماتت الدنيا هم في القضية ما تموت لما تروح تنقذ الشخص إيمانا فيه حبا فيه لا طلز في القضية طلز في الناس طلز في نفسه هم شي للشخص هذا يجي يشوفها شي شفناه لما ليفاي كان ناوي يعطي الإبرة لأرن سميث وحب إرن وميكاسا اللي آرمن خلاهم يضحهم بالقضية والولاء القضية إن يكون فيه قائد يأخذ رأي الصحيحة الولاء للقائد هذا كله مات يحبك للشخص هذا بينما أبو شعر أحمر اللي من الجيش المشاقة اللي يعتقد اسمه ماركو ما أنا متأكد وليفاي لا الولاء طلز حتى لو آرمن كان يشوفه إرن سميث هو الأفضل حتى لو أنا شايف إن إرن وميكاسا وآرمن هم الأفضل ولائي ليفاي عنده ولاء فليفاي كان مستحد لكن ليفاي في الأخير بدأ القضية لأن ولاء للقضية أكثر من ولاء للقائد لأن ذكر لما تجعون للأوبة حقية ليفاي كان إرن سميث يقول له اتبعني وأمني بقضيتي فليفاي كان عند القضية ثم الولاء ثم الحب هنا يفوق فأميكاسا تبتعف على لو تحرك على أي واحد من هذه المعايير الثلاثة فآرمن يحركها على مبدأ أنك تبتلقين إرن عشان إرن طز في القضية طز في الولاء إرن خويننا إرن خويننا لازم نروح ننقذ إرن صاحبنا خويننا حبيبنا هذا اللي كان يبتلق وصله آرمن في النزاع هذا نزاع مميت نزاع غير طبيعي الحل هي دك الأرض إن أرن وزيك يفعلون دك الأرض هذا اللي فضحتها قابي عن ذلي والنعمة قائد والنبي والنبي قالوا لي له أنا 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 والله له قالوا لي له أرجوكم أرجوكم علي الطلاق له قالوا لي والله يحب أمكم فكوني منها حتى ما قالت لي يا له قالت لي يا قائد اذا اجتنا مع ايرن وزيك يكون تفعيل الدم الملك وتهم يكتشفون ان زيك من الدم الملك وهذا شي فصل لهم كثير من قوة زيك ونوين يتحركهم بناء عليه اهم شيء يعلق عنه لما انتهت الحرقة الشاشة اللي مكتوفة هي تباك انتينيود الشاشة الرمادية قاعدين نشوف شاشة كلها خربشات بيضة لكن انا شفتها قصة معاكسة للقصة اللي قالها ولي تايب بسويلها حرقة تفصيلية اكثر وارزل النقاش شرحتها اكثر لكن ممتج حطوا الصور على الحين زي ما انتوا شايفين في سفن تعبر البحر سفنتين في النص لو تركزون في سفنتين تعبر البحر الى جزيرة فارغة يفترض ان هذه السفن اللي خارجوا فيها العائلة المالكة وراحت الى باراديس لان احنا نشوف وراهم قصر ملكي موجود على ضفة الماء القصر الملكي عضفة الماء دائما القصور الملكية توضع عضفة الماء عشان لجات تهرب العائلة المالكة يكون الميناء قريب منها جدا ما تضطر تمر في مصائف دائما كانت توضع قصور الملكية على تقيمة من الجبال ضفاف النهار معبر ماء سري فهنا نشوف سفنتين سفينة متوازية مع القصر وراحة جهة الجزيرة المهجورة وهذا اللي يتوقع عنها سفينة كالريس أسرة ريس يعني وسفينة بعيدة فوق لو تركزون أعتقد هل سفينة العائلة الشرقية اللي منهم ميكاسا جاية واللي أعتقد هربت إلى الجزيرة الشرقية هو اللي شفنا سفيرات همجات من ركزوا الجهة اليسرى اللي فيها القصر ركزوا عمالقة دك الأرض فيه اثنين كبار مسكين عمالقة متوسطين وفيه ناس تركض في هلع تحت على اليسار تحت في الأخير ناس تركض في هلع وفيه أسرة قريب الشاطئ لو تركزون بعد فوق القصر بشوي فيه أسرة مكونة من أب وأم وطفلة يلوحون للسفينة راحلة فكأن خطة دك الأرض اللي كان كالريس مخوف بها الناس سواها على العمالقة على الأرديين عشان هو يهرب لوحده ويأسس مملكته لوحده راح أبط لكم قصة صور العمالقة هذه قصة الفتيات اللي يأكلون اللحم قصة الغوفة اللي شافها كلها في حلقة خاصة لكن القصة اللي قالها ولي تايبر عكسوها قصة دك الأرض صارت لكن صارت على الأرديين وهارب بها ملك الأرديين في العام صفر وشنو العام صفر ورجعوا لتسلسل حلقة التسلسل الزمن اللي أنا سويتها وهاربوا إلى باردايس وأسسوا مملكتهم هناك القصة مختلفة تماما علي نعرفه انتظروني في الحلقات الجاية أتمنى انطباع هذا نال على عجابكم في النهاية يقولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفوك وأتوب إليك لا تنسوا نشترك في قناة اللايك والشيء ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة